هلو أينيشوكم حبابيشون صحيح الأحوال إن شاء الله كله بخير ونعافية راح نساوي لكم اليوم الحلاوة الرملية ناخذ كوب واحد من السكر المطحون كلش ناعم الطحن و لازم يكون ناعم حيل وكوب واحد من الحليب النيدو البودر وكوب واحد من الراشي أو الطحينية و هنا عندي مكسرات يكون حامستهم حتى يضطيها نكا كلش طيبة أي مكسرات موجودة عدتكم مثلا في السق سوداني أو دوز أي شي متوفر عدتكم تحمسوا وضيفون وياهم هنا بعد ما عجنتها عجن كل الزين بالإيد لازم تعجنوها هواية يعني تقريبا فتخمس دقائق بعد ذلك ناخذ أي صحن متوفر عدتكم مربع مدور أي شي موجود نخلي به هنا قليل من المكسرات المحمصة يعني تكون وخلي نايلون حتى نمود القالب يعني بسرعة يعني تطلعوا من الماعون هسا بعد ما أدير الطحين يعني بهذا الصورة أضغط عليهم بهذا الشكل كل ما أدسون عليها زايد حتى على المتاخذ يعني شكل متماسك بعد ذلك راح ندخلها بثلاجة مدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات راح نتركها بثلاجة مدة ثلاث ساعات حتى تتموسك أكثر تصبح عندي قالب واحد هنا بعد مرور ثلاث ساعات صارت عندي جاسة أو ممكن تستخدموه وتقطعها على شكل مكعبات هنا بعد ما قلبناها بالمعون راح نقطعها على شكل مكعبات صارت عندي جاسة طبعا وصفة كل شيء طيبة وسهلة منسل الوقت وسريعة التحضير هنا نكمل الوصفة إن شاء الله يتنال رضاكم وأرجوكم نهاية الفيديو حبايبي نستوداكم الله فيما الله باي باي اشتركوا في القناة